محسن إذن تباين في بداية هذا الأسبوع بالنسبة للمؤشرات المصرية EGX70 يعني ما زال يحافظ على نوع من المكاسب الترقب الأساسي طبعا للانتخابات الرئاسية التي ستبدأ يوم غد ما تعليقك على الجلسة العمليات البيعية التي تمت أيضا على السفينتي كيف تراها اليوم هو من وجهة نظر الشخصية تباين لحركة حدثة مرطاة بشكل نريسي بالخلل الذي لازال موجودا في مؤشر EGX70 وهو خلل تصورناه من الضرورة أن يتم تضاركه بشكل سريع خلال الفترة المقبلة فهناك سهمين تقريبا غير نشطين بتدول حر ضعيف جدا متوجدين في الرأس المال السوقي لهذا المؤشر السبعيني على وجه الخصوص تحركاتهم بتؤثر بشكل قوي نتيجة اتفاع القيم المتعلقة بتدولات هذين كلا السهمين نتيجة أن هذا المؤشر هو مؤشر سعري وليس مؤشر وزني فهو أمر مع الأسف يتسبب فيه أن يكون لك بعضا من التباينات نتيجة تحركات كلا السهمين وعلى أسهم ورسكم لإنشاء الصناعة لتسبب ترجوحها اليوم بنسبة 6% تقريبا خلال الجلسة في هذا التباين الشديد الذي يمكن شهدناه ما بين كلا المؤشرين لكن إذا ما استبعدنا هذا الأثر والأتصور أنه يحل بطريقة بسيطة وهي أن يكون هناك واحد من الشروط لإدراج الأسهم في مؤشر الـ EGX 70 وهي أن تكون نسبة دول حر متوجدة فيها متوافقة مع المنصوص عليها في قواعد قيد واستمرار قيد وشط بالأواق المالية في البورصة المصرية وهذا أمر بسيط جدا ويستطيع أنه يحل مشكلة حقيقية موجودة حاليا داخل المؤشرات المتعلقة بسوق المال المصري لكن الأمر من وجهة نظر الشخصية كان اليوم مطاب بشكل نائسي بإحجام عن ضخ سيولة اليوم أقل إتدولات أقل من المليار الجنيه وهو معناه ببساطة أن هناك إحجام عن ضخ سيولة جديدة القوى الشرائية تركزت تقريبا في المتعاملين المؤسسيين المصريين وبعض الأفراد العرب في مقابل مبيعات واضحة المعلم منذ البداية من المؤسسات المالية الأمنبية والمؤسسات والمتعاملين الأفراد المصريين وهو الأمر اللي يمكن مثل الضغط متنوع على مؤشرات حركة دولات البوصة المصرية منذ بدايتها وحتى انتهاء جلسة الدولات هناك حال التراقب حذر مع انتقائية شديدة في أتدولات كان هناك بعضا من التفاعل مع الأنباء الجديدة زي محاجزة كاته منذ دقائق على سهم مثل المصرية لمنتجعاتها عندما أعلن أخبار جديدة كان هناك بعضا من التحركات على أداء هذا السهم منذ بداية دولات الجلسة أيضا كان من الملاحظ جدا أن السيولة بدأت تتوزع على عدد أكبر من الأسهم ولا يمكن القول بأن هناك سهما بعيني تأكزت السيولة خلال الفترة الحالية فيه وهو أمر بيعني ببساطة أن هناك بوادة لبعض من التراقب لا أقول حذر ولكن أقول تراقب من جانب المتعاملين خاصة أفراد المصريين لسير العملية الانتخابية اليومين القادمين وهو أمر قد يمثل المحارك الرئيسي لحركة دولات في البوصة خلال الأيام القليل القادمة اليوم يمكن شفنا بعض المهل التي منحت لبعض الشركات عشر شركات يمكن أستاذ محسن من قبل السوق المالية منها بيلتون أو رأسكم للإنشاءات يعني شركات قيادية مهلة حتى نهاية شهر يونيو القادم لعقد الجمعية العمومية ما هي الأسباب التي دعتها يمكن هذا الإجراء الجديد نراه يعني يوجه لهذه الشركات ما هي أسبابها وأديكا إلى تأثير برأيك اليوم تعدلات قواعد القيد الأخيرة التي تمت في شهر فبراير الماضي شددت على بعض من الضوابط التي كانت موجودة وهذا الأمر هو واحد من هذه الأمور هذا ليس أول تنبيه من إدارة البورصة المصرية على واحد من الإجراءات التي كانت تلتزم بها بعض الشركات أولا هي ألزمت عدد من الشركات عادة يقترب من 30 شركة تقريبا بأن يكون هناك موقع إلكتروني لها وأن يكون هناك قسم لإعلاقات المستثمرين منشورة عليه البيانات المتعلقة بالشركات والقائمة المالية وبياناتها وخلافه خلال الفترة الماضية ثم وجهت بيان آخر هو الحديث ذكراتي الآن جناع على قرار لجنة قيد الأواق المالية الأسبوع الماضي وكان هدف الأساسي من ذلك هو أن من غير التقليدي ومن غير المتبع عليه في ظل التعديات الجديدة التي شملت قواعد القيد والإفصاح في البورصة المصرية أن تستمر بعض الشركات في التداول دون أن تاقد جماعاتها العمومية هذا الأمر معناه أن هناك بعض من الإكحاف بالمتعاملين الذين لا يستطيعوا اتخاذ القارات أن القائمة المالية السنوية التي تم الإعلان عنها هي قائمة ليست مصدق عليها من الجماعات العمومية أن هناك قارات متعلقة بالتشكيلات مجالس الإدارات أو اتجاه التوزيع الأرباح أو عقود المعاوضة أو ما غير ذلك يجب أن تقعد على الجماعات العمومية ولكن الشركات لم تعقد هذه الجماعيات لأسباب مختلفة لهذا إدارة البورصة وجهت بشكل واضح من خلال قرارة لجنة القيد إنزارا لهذه الشركات بأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جماعاتها العمومية قبل 30 يونيو القادم بمعنى جماعات تعقد قبل 30 يونيو القادم حتى يكتم نقل السلطة للمستثمرين وأن يكونوا المستثمرين قادرين على اتخاذ قاراتهم لاستثمرية وفقا لما نص عليها القانون 159 سنة 81 و95 لسنة 92 بإضافة أيضا إلى التعديلات التي جاءت على قواعد القيد مؤخرا عن الهيئة الرقابة المالية تدرس أيضا وضع بعض القواعد والتنظيمات لعمليات طرح الشركات المصرية في البورصات الأجنبية أستاذ محسن كيف ترى توقيت اليوم دخول شركات مصرية إلى الأسواق الأجنبية يمكن نحكي عن شركة واحدة مدرجة بأحدى الأسواق فقط هل التوقيت مناسب اليوم؟ ولا يجب التركيز فقط اليوم على السوق المحلية؟ وإبقاء الشركات أسهمها داخل السوق المصري قبل التحول إلى البورصات الأخرى؟ أنا أتصور أن شركات مصرية كثيرة سوف تكون مهتمة خلال الفترات المقبلة بالقيد في عدد من الأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الخليجة عندما يتم الانتهاء من عمليات التعديلات المتعلقة بالإدراك والطاحة في هذه الأسواق والإضافة أيضا إلى الأسواق الأوروبية خاصة أن الانتعاش الاقتصادي الذي قد يحدث إن شاء الله ونتمنى جميعا في محالة ما بعد استقال الأوضاع السياسية وانتخابات الاستحقاقات الديمقراطية مع نهاية العام الجاري فسوف يكون هناك نوع من أنواع الشهية التوصوية العدد كبير من الشركات وهو أمر بتلجأ الشركات في بعض الأحيان إلى أن تمولوا من خلال طرحات في أسواق أجنبية لاكتزاب سيولة بالعملات الأجنبية من الخارج لتمويل مشروعاتها الصعب بالنسبة إليه العامة الإقابة المالية بطرح في هذا التوقيت أنه يجب أن يكون هناك ضوابط مشددة بالنسبة لهذا الأمر تتعلق بضوابط الإدراك المشترك بالإضافة أيضا إلى ضوابط الإفساح والعمليات المتعلقة بتحويل الأسهم ما بين كلا السوقين أو مرات لقياس من الأربراتراج بالإضافة أيضا إلى العمليات المتعلقة بقرارات إيقاف التعامل على الأسهم وزيادات روس الأموال والدول حول التستبات وإجراءات متعقة بتوزيعات الأرباح واتفقيات المقصة وبلوك الإداء كلها أمور بتحتاج فقط إلى أن يكون هناك نطاق قانوني أو إطار تنظيم قانوني ينظم هذه العملية وأتصور أن هذه العامة الإقابة المالية كانت مصيبة في اختيار بالفعل هذا التوقيت في هذا الوقت لأن جانب الصواب في هذا القرار أن الشهية التي قد تظهر في الفترة القليلة المقبلة يجب أن يزبقها قبل ذلك تنظيم قانوني واضح والأمر الذي يمكن هذه العامة الإقابة المالية انتهجته في فترة الماضية سواء في تعديلات قواعد العضوية أو في تعديلات صديق الإصمار أو قواعد القيد أو ما غير ذلك أستاذ محسن عادل عضو المنتدب لشركة بيونيرز لسنديق الإصمار كنت معي من القاهرة شكرا جزيلا لك